قاطنوا إسكان المكرمة الملكية في قرية أبو بنا شمال محافظة الطفيلة البالغ عددهم نحو 30 أسرة يشتكون من نقص شديد في الخدمات الأساسية في المنطقة التقرير التالي وشكاوى قاطني قرية أبو بنا نقص في الخدمات والمرافق الأساسية تتمثل بشكل أساسي في الانقطاعات المتكررة في مياه الشرب نتيجة الاعتداء على خطوط المياه الواصلة للمنطقة رغم الشكاوى العديدة التي تقدم سكان قرية أبو بنا بها للجهات المعنية ولكن دون أي استجابة المي بجي دورنا ويأخذوها 70 ربيعارة دفوق اطلع من هنا بشوف البربيش مطعوج ويأخذو دور ميتنا مي ما فيه مواصلات ما فيه إفران ما فيه خدمات ما فيه ونحن جماعة مرضى في هذا السكن المدمر المواطنون يشكوا أيضا من افتقار المنطقة للمحلات التجارية ما يضطرهم إلى الذهاب وبشكل يومي إلى السوق التجاري في مركز المدينة والذي يبعد عنهم ما يقارب 15 كيلو مترا لشراء مستلزماتهم مواصلاتنا معدوم يعني نجينا نجيب رقيب خبز بده وكلفنا مخمسي نجينا لجرة الغاز كذلك الأمر إلا نطلع عليهم من ناديو سيارات طلب بالنسبة للمي كمانتي يعني تنقيد قاعدين بقطعوها عنا وما بتستنى المي هنا شبكة الكهرباء عندنا كمانتي كذلك الأمر أسوار كذلك الأمر ما فيه يعني كله خربان عندنا هنا ولكن يعني أنا شيف بذلك نسوي مطالبات عديدة توجه بها سكان قرية أبو بنا إلى الجهات المعنية إلا أن معاناتهم لا تزال مستمرة منذ عدة سنوات في انتظار من يلتفت إليهم ويحقق جزءا من آمالهم في توفير حياة كريمة لهم